معنا مباشرة من رفح بجنوبي قطاع غزة مراسلنا محمود عليان محمود ما برس تطورات الميدانية ماذا عن تقدم الجانب الإسرائيلي هو سيطر على ثلاثين من منطقة فلاديلفيا لكن أيضا هناك كان بالأمس دخول لبعض الأحياء في رفح التي تم إخلاؤها من السكران ماجد هذا ضمن المرحلة الثانية للجيش الإسرائيلي سيعمل في مناطق أكثر عمقا من المناطق التي يصلها الآن وبما تشمله أيضا من مناطق محور فلاديلفيا هذا المحور قوله 14 كيلومترا الجيش الإسرائيلي الآن في سيطرته تجاوز السبعة كيلومترات أي تجاوز نصف طول هذا الشريط الحدودي ويتواجد في هذه المناطق ودخل تقريبا مناطق حي البرازيل كلها ووصل إلى بوابة صلاح الدين أقام بعض السواتر الترابية هذه البوابة بالمناسبة هي مدخل وسط مدينة رفح يعني من خلالها الجيش الإسرائيلي إذا ما تقدم فهذا عمليا يعني أنه انتقل إلى المرحلة الثانية أي تقدم أكثر في عمق مدينة رفح يمكن أن نفهم بأن الجيش الإسرائيلي أيضا باستدعائه لواء خامس لواء النحال الذي عمل في مناطق حي الزيتون وتولى أخيرا منطقة تأمين محور نتساريم الآن يصل للمشاركة في القتال في داخل مدينة رفح وبالتالي نحن نتحدث عن خمسة ألوية موجودة الآن في مدينة رفح ستمهد للعملية المقبلة حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مناطق واسعة من وسط وغرب مدينة رفح لكن مع تقديرات أممية بأن أكثر من 800 ألف فلسطيني غادروا المدينة هذه وضعية تضع الجيش الإسرائيلي ربما في مرحلة الانتقال إلى الخطوة التالية في تقدمه إلى هذه المناطق التي كانت تشكل له تحديا حتى أمام الإدارة الأمريكية بسبب وجود هذه الكثافة السكانية الكبيرة الموجودة في مدينة رفح لكن إنسانيا السيطرة على محور فلادلفيا والسيطرة على هذه المناطق يؤزم الوضع أكثر مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي عدم دخول قافلات المساعدات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية قال إن ما دخل من الرصيف العائم هي 12 شاحنة فقط نحن نتحدث عن تقريبا 700 قن دخلت من هذا الرصيف حتى اللحظة وبالتالي أمام هذا الاحتياج الكبير للسكان الفلسطينيين الموجودين في مناطق المواصي ومناطق دير البلح فإن هذه الشحنات نسبيا لا تكفي إلى كل هذه الأعداد وبالتالي لاحظنا خلال الأيام الماضية أيضا بأن هناك تكثيف من محاولات الإنزال الجوي للمساعدات على مناطق تحديدا غرب خانيونس التي يعاني منها الفلسطينيون من صعوبة في الوصول إلى المياه صعوبة في الوصول إلى الغذاء وتحديات أخرى كبيرة لكن نشير أيضا ماجد إلى أن هناك غارات لم تنقطع حقيقة على مناطق خانيونس وأيضا مناطق المحافظة الوسطى في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباق قال إنه قتل مسؤول كبير في الدراع العسكري بحماس في خانيونس مسؤول عن وحدة تصنيع القذائف المضادة للأفراد وكذلك أيضا في منطقة حيئة درج مسؤول بارس في الإعلام في حركة حماس استطاع الجيش اغتيالهم في منطقة الزوايدة كانت هناك غارة استهدفت أحد المخازن التي نزح إليها بعض السكان من مدينة رفح وبالتالي عند وصولهم إلى هذا المكان استهدفوا فقتل عشرة من الفلسطينيين في هذه الغارة من قطاع غزة من رفح تحديدا محمود عليهم ورسلنا من هناك شكرا جزيلا لك